إذن متابعين الكرام كما تعلمون حتى هذه الساعة فإذا نظام حضارة الجزائر والرئيس الدمية ديلا عمجيد حشاكم لم يستطيعوا القيام بزيارتهم إلى فرنسا إلى مما هم فرنسا واعترف عمجيد حشاكم في أكثر من مرة بأن قصر الإليزي معطاهمش البرنامج ومعطاهمش الضوء الأخضر باش أن عمجيد حشاكم يقوم بزيارته إلى فرنسا المضحك الآن وحسب تسريبات من موقع مغرب أنتليجنز من داخل حضارة الجزائر قال لك سيني أن عمجيد حشاكم ونظام حضارة الجزائر يتهمون المغرب بعرقلة هذه الزيارة عن طريق لوبيات الدغط وعن طريق لوبيهات داخل فرنسا تعمل لصالح المغرب وهي التي تعرقل هذه الزيارة نعم متابعين الكرام حتى فيما يتعلق بزيارة عمجيد حشاكم إلى فرنسا المغرب هو السبب في عرقلتها لكن ليس لن نقريحها لفرنسا وعطاهها تلك الخودة المضحكة للحرص القصر الإليزي وكانت طبيعة الحال فاضحة بكل ما تحمل الكلمة من المعنى لكن الآن يرجعون بنفس الأسطوانة وهما خايفين في حقيقة الأمر من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحران هذه هي مخوفة أمومة هذه علاج الآن بدون تتعامل المغرب المغربية العرقية للمغرب داللينا المغرب فعاللينا المغرب داللينا مع فرنسا وما إلى ذلك من هذه الأمور نقرأ هذا الخبر المتابعين الكرام من صحيفة مغرب انتليجنس لقدل كاسيدي جابت تصريحات أو تسريبات عفوا من حضارات الجزائر بخصوص هذه المسألة فقال كاسيدي استقبل الرئيس الجزائري عبد جيد حاشكوم يوم 14 مايو 2024 عمدة مدينة مارسيليا الفرنسية الذي كان في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر العاصمة وأجرى معه محادثة مطولة سمرت أكثر من ساعتين وأتار هذا الاستقبال الرئاسي الذي حضي به رئيس بلدية بسيط تساؤلات كثيرة في الجزائر كما في فرنسا فيما علمت مغرب انتليجنس أن مصالح الرئاسة الجزائرية توسلت من عمدة مارسيليا ومعاونيه والرفاقه عدم تسريب مضامين الحديث الطويل الذي أدل به تبون في نهاية المطاف المضامين ديال هذا الحديث ها هو أمام مسامعنا وغادي نعرضه أمامكم طبيعة الحال غير أن مصادر مطلعة من داخل قصر الرئاسي بالمراضية كشفت أن تبون ألقى أطروحة طويلة حول الشؤون السياسية الداخلية في فرنسا وتأثيرها المفترض على العلاقات الفرنسية الجزائرية واشتكى الرئيس الجزائري علانية من الصعود السريع لليمين متطرفة فرنسا في السنوات الأخيرة معبرا عن خوفه من وصول رئيس من هذا التيار السياسي الذي وصفه بالعنصر والمعادي للإسلام والمسلمين والمناهد للجزائر أكثر بل إن عمج تبون المعروف بترتنته وإطلاق الكلام على أعوانه لم يتردد مطلقا أمام ضيفه الفرنسي في التعبير عن غضبه العميق من وسائل الإعلام التابعة لليمين الفرنسي ولبياته التي تتسلل إلى المؤسسات الفرنسية وتمنع تطور علاقات متناغمة بين الجزائر وباريس وأفدت المصادر ذاتها أن تبون تطرق مع رئيس بلدية فرنسا إلى بيان إلى موضوع حساس متعلق بزيارة العمج الحشقوم الرسمية إلى باريس المؤجلة ثلاث مرات منذ 2020 محمدا جماعة الضغط معنية في فرنسا معادية لكل ما يمكنه أن يعمق التقارب الفرنسي الجزائري كما عبر عن مخاوفه من ثقل اللوبيات الموالية للمغرب التي تريد إجبار الرئيس الفرنسي إمون الماكرو على الابتعاد على الجزائر تماشياً مع مصالح المغرب في بعض القضايا الإقليمية والجيوسياسية التي تهم الجزائر بشكل مباشر طبعاً ما هي هذه القضية؟ قضية الصحراء المغربية خايفين من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وفي نهاية هذا الاستقبال الغير المسبوق غادر عمدة مرسيليا وفق المصادر مندهشاً بل مهتزاً بعفوية بعفوية الرئيس الجزائري وجرأته في التدخل في الشؤون السياسية الداخلية الفرنسية تتسريب من موقع مغرب الانتليجنس قلت لك السيدي بأن المغرب سيكون السبب في عدم زيارته إلى باريس عدم زيارته إلى قصر الإلازي إذا كنت سخط الوالدين منذ عام 2022 منذ عام 2022 أنت تزاوب وتطلب من ماكرون لكي يجب أن تأتي عنده باريس ماكرون عبرتش وفي كل تصريح صحفيك تخرج عام جيد حشاكم ويقول له أدي رأى قصر الإلازي ما زال معطلش الدول الأخضر لكي يذهب إلى باريس إلى فرنسا في نفس الفترة في نفس الفترة كما تتذكرون إيمانو الماكرون كباقي زور المغرب المغرب قل له الله وأنا ذلك قلت لكم على هذه المعادلة العجيبة عام جيد حشاكم بغي يذهب إلى فرنسا فرنسا ما بغياش الرئيس الفرنسي بغي يجي إلى المغرب المغرب ما بغيش المغرب طبيعة الحش شروطه واضحة لكن ما كانوا ما بغي يدرش زيارة المغرب الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حنا دابولينا كانشف المؤشرات قلت نشوف هذه المؤشرات فين غدا تنتهيب طبيعة الحال واشغل تنتهيب بالاعتراف الواضح والصريح مغربية الصحراء او لا غدا تكون أمور أخرى حنا نستطيعونه ما هذا مشكل عبنا الوقت نستطيعونه ولا خطرنا ما يكون مشكل ما يهمنا وانه كان هناك مؤشرات إيجابية سنشوفوها بطبيعة الحال فين غدا تتوصل على كل من دابا إلغاء الزيارة المجد حشكم إلى فرنسا ستسقوها في المغرب سيقول لك المغرب هو السبب في حال الوزير دي الماء في حضرات الجزائر البراح قال لك الجافة في الجزائر المغرب هو السبب توقع مصيبة أخرى في الجزائر يقول لك المغرب هو السبب الحرائق المغرب هو السبب طوابير لناقص حراء المغربية سوف توقع أو لناقص Soherak المغربية هي السبب توقع لك متفق مع autograph طوابير في حضرات الجزائر المغرب والأقالم الجنوبية المغربية هي السبب ، مساعدين المغرب مساعدين الولايق الطوابير مساعدين على Holos الخاوي مع العداء مع المغرب الشعب الدين هو قوص على الحليب وعلا الزيات وعلا المواد الغذائية البسيطة لمن المفترض أن تكون في متناول الجميع فعلى كلنا نبقى مع هذا الموضوع متابعين الكرام ديال الزيارة المضحك في الموضوع دابا ويقول لك أن مصالح الرئاسة في حضارات الجزائر لا تريد تفاصيل تخرج تصرب في حين أنها تصربت الآن وقريناها وعرفنا ما فيها وقدرنا عليها فيديو الآن ونحن نبرطع جاوة لكي تعرفوا ونحن عارفكم كتبع الفيديوهات ديالنا وكتنطل هدراء اللي كان يقوله بدلل على أننا عم جد حشاكم في كل مرة يحاولوا يرد علينا تخيلوا معي رئيس جمهورية يحاولوا يرد على يوتيوبرز وعلى صفحات في موقع التواصل الاجتماعي وعلى حسابات في تويتر تخيلوا معي رئيس جمهورية لكن تعرفوا لا وزو الله هبا ولهم يعزنون رئيس الدولة لمن المفترض أنهم قابل شؤون ديال الدولة وما إلى ذلك ترد على صفحة في الفيسبوك وعلى قناة في اليوتيوب وما إلى ذلك من هذه الأمور إذن طالما على أنكم كتبعونا ونحن دليل لكم الحلاقة نحن خرجنا لكم التسريب ديال المقابلة اللي كانت ما بين رئيس حضارة الجزائر عم جيد حشاكم ورئيس بلدية في فرنسا اللي دليه استقبال رئاسي فمشكلة مشكلة مشكلة لا أريد أن نرى هذه الخيطة على كل بغيت نعود لكم هذه الجملة متابعينا الكرام لأنها مهمة ومهمة جداً فيما علمت مغرب أنتلينجنس أن مصالح الرئاسة الجزائرية توسلت من عمدة مارسيليا ومعاونيه ورفاقه عدم تسريب مضامين الحديث الطويل الذي أدل به عم جيد حشاكم أبس تعرفوا بأنكم مخترقين حتى نخاع يا دولة حضارة الجزائر متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم